قال وزير الخارجي الروسي سيكي لافروف أن روسيا أوضحت لإسرائيل بأن إيران لا تريد التصعيد وأفاد لافروف بحدوث اتصالات هاتفية بين قيادة كل من روسيا وإيران وممثلين روس مع الإسرائيليين أيضا وتم إبلاغ الإسرائيليين بالموقف الإيراني كانت هناك اتصالات هاتفية بين قيادتي روسيا وإيران وممثلين والإسرائيليين لقد أوضحنا في هذه المحادثات وقلنا للإسرائيليين إن إيران لا تريد التصعيد